رسالة قوية لكل الخوانة لكل من تسول له نفسه محاولة زرع البلبلة زرع النميمة زرع التفرقة وزرع الشك بين صفوف الجيش الوطني الشعبي سليل الجيش التحذير السيد رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة اتجه إلى قيادة الأركان إلى وزارة الدفاع ليتواصل ربما المكان أيضا يحمل أكثر من دلالة كثير من الرمزية كذلك لأن هناك مكتب لسيد رئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع في وزارة الدفاع الوطني حضور الفريق الأول أيضا بن علي بن علي رفقة الفريق قائد الأركان الفريق سعيد شنغريحة أيضا يحمل الكثير من الرمزية الاتفاق المطلق بين قيادات الجيش الوطني الشعبي بمختلف أسلاكه بما أن جميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي كانت حاضرة بالأمس كانت متفقة اتفاقا كليا وهذا ليس بجديد على الجيش الوطني الشعبي الذي استطاع أن يصمد في وجه جميع التحديات من العشرية السوداء قبلها حرب الرمال قبلها العديد من التدخلات الأجنبية في الشأن الداخل الجزائري بفضل وحدته بفضل التماسكه بفضل الاتفاق المطلق بين مختلف قياداته سيدة إيس الجمهورية اتجه هناك ولعل خطابه بداية تحدثت عن الشكل لكن مضمون الخطاب كذلك كانت رسائل قوية جدا قوية جدا بأنه لا يمكن لأي شخص أن يتدخل في الشأن الداخلي في شؤون جيش الوطني الشعبي ولعل الغريب اليوم هذه رسالة لكثير من المواطنين كذلك ولأبناء هذا الشعب الجزائري لا أعتقد بأنه قيادات الجيش الوطني الشعبي هي للتنقلك الكثير من الخصوصية والكثير من التقنية ونحن نتحدث على مستوى جد جد عالي من السلطة في الجزائر إذن لا أدري كيف يسمحوا الناس يسمحوا البعض لنفسهم بالتدخل في شأن مثل هذا أنت لست مختص في جيوستراتيجيا ولست مختص في العتاد لست مختص في الجوسسة لست مختص في القوات البرية للقوات البحرية للعتاد البري للعتاد البحري لقيادة الأركان إذن كيف لشخص أنه يحكم على هذا ويحكم على ذاك كيف لشخص لا يملك الأدلة أن يوجه اتهامات لهذا أو يوجه اتهامات لذلك كيف لأشخاص تقيم خارج أراضي الوطن أن تمتلك معلومات جد سرية داخل الوطن